موسيقى بشرة الأخبار على قناة يمن شبه بالفضائية نبدأها بالعنوي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققون عدداً من الانتصارات في المخى والكدحة غربية تعز موسيقى استشهاد طفل وإصابة خمس مدنيين بقصف مدفعية للحوثيين استهدف قرى وأحياء سكنية في تعز موسيقى صحفيون يمنيون يوقعون على عريضة للمطالبة بإطلاق زملائهم المختطفين في سجون ميليشة الحوثي وصالح موسيقى أهلاً بكم حقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عدداً من الانتصارات خلال الساعات الماضية في مختلف الجبهات وأوضح مصدراً عسكري بتاعز أن الجيش الوطني وبإسناد من طيران التحالف شن هجوماً على مواقع الميليشة الانقلابية من التجاه الشمالي الشرقي لمعسكر خالد بمفرق المخى غربية تعز ووصل أبطال الجيش إلى مثلث بوابة المعسكر قرب منطقة النجيبة ومن الاتجاه الجنوبي الشرقي حققت قوات الجيش الوطني تقدماً إلى منطقة العصفورية وبحسب المصدر فإن هناك عدد كبير من القتلى من ميليشة الحوثي وصالح وإصابة العشرات وتدمير آليات عسكرية واغتنام مخزن أسلحة وكمية كبيرة من الذخائر وفي جبهة الكدحة التابعة لمديرية المعافر الغربية تعز سمكنت قوات الجيش من السيطرة على مدرسة درخاف وموقعين يطلان على سوق الكدحة وقالت مصادر عسكرية أن القيادي في الجيش فؤاد الشداد أصيب مع آخرين بانفجار لغم أرضي في تبة القناص أثناء قيادته للمعارك فيما قتل وجرح عدد من عناصر الميليشية إلى ذلك لقي القيادي الحوثي أبو ساقر مصرعه في موقع الكلفة بمديرية الوزعية كما قتل أحد عشر من عناصر الميليشية في مواجهة اندلعت بمديرية الصلو جنوب شرقية المحافظة ومعي حول هذا الموضوع السيد أو الصحفي مازين فارس نرحب بك بداية كما نعتقد بأنك مطلع على آخر الأحداث التي تدور في تعزوة عن المعارك الواقعة في جبات الكدحة وغيرها ما هي آخر التطورات والمستجدات هناك؟ أهلا مرحبا بك عزيزي الكريم في جبات الكدحة يشنت قوات الجيش معارك عديثة وميليشيات الانقلالية كما أثر عن سقوط عدد من القتلى والجرحة وتفلز خسائر فاجحة بشرية ومادية في الصحوف الانقلاليين يعني هذا بالتزامل مع تقدم جديد بقوات الجيش في جفة المخاء الساحرية حيث تمكنت القوات من الوصول إلى المربع أو انتفلت بوابة معسكر خالد القردة منطقات المبلدة يعني هذا بالتوازي مع تقدم آخر بوحدة الجيش في منطقات الأسطورية في ذات المنطقة نعم يعني قياسا بالأسابيع الماضية هل ترى بأن هناك تغيير في وطيرة المعارك والتقدم العسكري باليومين الماضيين مقارنة بالأسبوع الفائد طبعا بالطبع هناك تقدم مشهود على المستوى البيجاني رغم الظروف الجغراسية الصعبة والقاسية للمنطقة أو بالأخص المنطقة الغريبية بشكل عام وكثابت الغامة التي زرعات الميليشية مثل تقدمت الجيش إلا أن قوات الجيش تمكنت من تحرير والسيطرة على مواقع استراتيجية ومهمة فوأم تنفرة البقاء أو الواجعية أو منطقة الهامة وغير هامة المواقع نعم ماذا عن الغارات الجوية كيف ساهمت في تلك المعارك؟ لم أسمع السؤال نعم بالنسبة للغارات الجوية لمقاتلات التحالف طبعا هي دائما تشارك بالمعارك بغارات جوية تستهدف نقاط للحوثيين وغيرهم كيف ساعدت في ذلك؟ الغارات شنت المقاتلات وكثفت أخير الأيام الأخيرة غاراتها وبالأخص وصلت ومخيطة معسكر خالد هذا المعارك الذي تستميق جفاعا والحفاظ عليه باعتباره موطعا استراتيجيا بالزلالة رمضية بالغة الأهمية وكما أنه نقص وصل بين المخاء تعيد والفديدة نعم الصحفي مازين فارس كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك هذا وأكد قائد عمليات اللواء 17 مشاه العقيدة عبد الحمود الصغير أن الترتيبات جارية لاستكمال تحرير تعز وأضف في تصريح لقناة يامن شباب أن جبهة المحافظة مشتعلة وقوات الشرعية في تقدم مستمر يقابله انحسار لميليشيا العدو جبهة تعز الريفية أو المدينة تشتعل يوميا القفى غربية على مستوى بشكل كامل هناك تقدم كبير في مثلث المخاء القوات الشرعية تتقدم حول هذا المثلث نأمل في القريب العاقل قطع خط البرح الوازعية لاستكمال قطع الإمداد على العدو في تأثير المناظر وبإذن الله عز وقل سيتم استكمال الترتيبات لخوض المعركة وفي تعز أيضا استشهد الطفل بقصف صاروخي انشنته ميليشيا الحوثي وصالح على قرى سكنية وقالت مصادر محلية أن القصف الذي تعرضت له قرى منطقة الشقب في صابر الموادم أسفر عن استشهاد الطفل هيفاء محمد البالغ من العمر خمس سنوات وأضاف المصدر أن قرى الشقب تعرضت لقصف هسري من قبل الميليشيا الانقلابية التي صعدت من قصفها على القرى لليوم الرابع على التوالي كما أصيب خمس مدنيين في قصف للحوثيين الأحياء السكنية شرقية المدينة من مواقع تمركزهم في منطقة الحوان إلى شبو حيث قتل وجرح عدد من مسلحي ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بغارة لمقاتلات تحالف العربي على تجمعات لهم في منطقة قرنصوفة غربي عسيلا وقال مصدر عسكري أن أبطال اللواء 26 موشا أحبطوا محاولة تسلل لعناصر الميليشيا في منطقة قرنصوفة موقعين قتلى وجرح في الصفوف الانقلابية نبقى في شبو حيث اغتال مسلحون مجهولون مدير أمن مديرية رضو وقالت مصادر محلية أن مدير الأمن ناصر السليماني تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية غيلبا وزير التابعة لمحافظة حضر موت ما أدى إلى مقتله على الفور في ملاذ المهاجمون بالفرار تجددت المواجهات بين الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى في محور مريس الشمالي بمحافظة الضالع عبد العزيز الليث يرصد لنا آخر التطورات هناك هكذا بدى الوضع في الساعات الماضية مواجهات بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقلة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي وصالح في محور مريس الشمالي بمحافظة الضالع كما أخرجناهم من المناطق سنخرجهم ونحرر المعاضرة إن شاء الله المواجهات أتت عقب هجوم فاشل شنته الميليشيات من مواقعها في التهام ونجد القرين على مواقع الجيش في يعيس بجانب الخط العام تنقصنا قلية إمكانيات قلية إمكانيات وإلا الرجال موجودة ننتظر إكمال الكميات وننطلق إلى التحريب من الله مدفعية الجيش الوطني ذكت مواقع وتجمعات حوثية في جبل ناسا والعرفاف لينتهي القصف والهجوم بسقوط قتلى وجرح حوثيين واستشهاد أحد رجال الجيش هجوم تحول إلى مواجهات عنيفة لم تسفر عن أي تقدم يذكر لكنه الأول منذ أشهر عبدالعزيز الليث يمن شباب الضالع وفي البيضاء صدت المقاومة الشعبية هجوما لميليشيا الحوثي وصالح في مديرية ذي ناعم مصادر ميدانية قالت إن ميليشيا الحوثي وصالح حاولت تقدم باتجاه موقع كتف البعير في مديرية ذي ناعم وتم التصدي للهجوم من قبل قوات الجيش موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم هذا وأكدت مصادر محلية أن الميليشيا قصفت مساكن المواطنين في مناطق الأجردي والغول التابعة لمديرية الزاهر الحميقان بالبيضاء ما تسبب بيقوع أضرار في عدد من المنازل إلى ذلك استشهد ثمانية صيادين بقصف مدفعي لقوات التحالف العربي استهدف قاربا لهم قرب جزيرة حنيش بالبحر الأحمر وأكدت المصادر أن قذائف مدفعية استهدفت قاربا يقل عشر صيادين قرب جزيرة حنيش الصغرى ما أدى إلى استشهاد ثمانية منهم ونجاة شخصين إلى ذلك تمضي الحكومة الشرعية لتحسين الأوضاع في المحافظات المحررة واستكمال دحر الميليشيا الإنقلابية وأذرعها الإرهابية في مساع واضحة الهدف التفاصيل في هذا التقرير إصرار على المضي نحو تطبيع الحياة وإزالة مخلفات الحرب داخل الأراضي المحررة واستكمال عملية استعادة المناطق الخاضئة لسيطرة الإنقلابيين وتحريرها من عبث ميليشياتهم من أجل ذلك تواصل الحكومة اليمنية جهودها على مختلف الأصعد والملفات لتخلص اليمنيين من جايحة ميليشيا الإنقلاب ومخلفاتها بقاء الحكومة وانشغالها بالعمل داخل المناطق المحررة من العاصمة الموقتة عدن ساهم كثيرا في حلحلة الكثير من الإشكالات الخدمية والأمنية والتحسين من أدائها وعاد الأمل للمواطن بأن يرى هيبة دولته تتشكل لتقود الزمام الأمر وتقود عملية التنمية والبناء سياسيا قالت الحكومة إن صبرها ينفد إزاء إصرار ميليشيا الإنقلاب على مواصلة حرب خاسرة تتاجر فيها بدماء اليمنيين ومعاناتهم وبالرغم من حرصها على إحلال السلام الدائم والعادل لأنها لن تصبر كثيرا على تعنتهم ومماطلاتهم وضيعتان المجتمع الدولي أمام حقيقة طالما أكدتها وهي أن قرار هذه العصابة الإنقلابية لم يعد بيدها مؤكدة على أن مبتاح الحل الثابت لم يتغير وهو الالتزام بمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرار مجلس الأمن رقم 22-16 ملوحة بالحل بجدية اتخاذ الخيار العسكري رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أكد أيضا على نفس موقف الحكومة أثناء زيارته لقاعدة العند العسكرية بأن الانتصارات التي تحققت كبيرة حررت 85% من مساحة البلاد وألحقت هزائم كبرى بالعدو وأن هذه الانتصارات ستجبر الميليشيا الانقلابية على طاولة الحوار الشامل والعادل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني والمبني على المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي أو هزيمتهم طالب صحفيون ونشطاء حقوقيون بالإفراج عن زملائهم الصحفيين المختطفين بشكل تعسفي في سجون ميليشيا الحوثي وصالح منذ أكثر من عامين وقال أكثر من 300 صحفي ونشط في عريضة مفتوحة إن عشر صحفيين مختطفين أوحيلوا للتحقيق أمام النيابة الجزائية المتخصصة بعد فترة زمنية طويلة من الاعتقال التعسفي وأدان الصحفيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ومن مواقع أعمالهم المختلفة كل تلك الإجراءات التعسفية التي تتزايد يوما بعد آخر مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين وإلغاء كافة الإجراءات الظالمة بحقهم طوال فترة حكمه نهب المخلوع صالح وعائلته ثروات الشعب اليمني وحاكموا أمرات مع الإماميين ضد الجمهورية يدفع فقراء اليمن ثمنها حتى اليوم ويواجهون تداعيات جرائمه بحق الدولة وتسليمه السلطة لعصابات الإنقلاب الإمامية تعددت الإهانات والانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون في الداخل والخارج لكن مصدرها واحد إنه المخلوع صالح ومعه الحركة الحوثية السلالية فمنذ أن وصل المخلوع إلى السلطة في غفلة من الزمن قبل قرابة أربعة عقود نسج تحالفات سرية مع الإمامة مقابل البقاء في الحكم والحفاظ عليه وإن كان الثمن كرامة اليمنيين ثلاثا وثلاثين سنة من حكم المخلوع دفع فيها الشعب كرامته ثمنا لهذه الفترة فقد تلب الشعب دولته لصالح عائلته التي يعيشه حاليا على حساب أوجاع اليمنيين في منتجعات وقصور أبوظبي وبيروت وباريس وعواصم البلدان المتقدمة فيما ترك فقراء اليمن يواجهون تداعيات جرائمه بحق الدولة وتسليمه السلطة لعصابات الإنقلاب القادمة من جلباب الإمامة القديمة لم يدمر المخلوع الدولة وحسب بل سحق نظام التعليم وضرب القيام الأخلاقية بتعميم الفساد والرشوة والغش وتغذية الثارات وزرع ألغام من الجهل والتخلف وصور اليمني أمام العالم بجلباب الإرهاب وأصبح اليمنيون يتعرضون للإهانات في كل مطارات العالم وهكذا أصبح اليمني بلا قيمة بعد أن امتهن التحالف الإنقلاب إهانة اليمنيين في الداخل وتشريدهم وتجويعهم ونهب كل مصادر دخلهم كذلك جعل من اليمنيين عرضة للإهانات خارج اليمن ليبقى أمام الشعب خيارا واحدا لاستعادة كرامته وهو خيار يتلخص في إنهاء تحالف الإنقلاب باعتباره مصدر كل الإهانات وبناء دولة تحفظ لليمنيين كرامتهم من عصابات الداخل واستعلاء الخارج يواصل طلاب اليمن في الخارج تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات السفارات اليمنية للمطالبة بصرف مستحقاتهم ودع الطلاب الحكومة إلى سرعة الاستجابة لمطالبهم وصرف حقوقهم المتوقفة منذ عامين مؤكدين الاستمرار في الاعتصام حتى صرف مستحقاتهم أسوة بزملائهم في الدول الأخرى يمثل الراتب الحكومي مصدر الدخل الوحيد لألاف الأسر وعليه تعتمد شريحة سكانية واسعة في معيشتها وقد باتت اليوم عرضة لظروف الجوع والفاقة في ظل استمرار انقطاع المرتبات للشهر العاشر حشود واستعراض مرة للصرخة وأخرى ليوم الغدير في العاصمة المحتلة صنعاء وما خلف تلك العروض أموال طائلة تنفق من قبل ميليشيا صالح الحثي فهي نهبت البنك المركزي اليمني بما فيه من السيولة والاحتياطي وسرقت ولازالت إرادات الضرائب والجمارك ثم يخرج سيدهم ليتهم أمريكا وإسرائيل بحرمان الموظفين من رواتبهم من الذي يحارب البنك المركزي في صنعاء إلا أنتم أيها الظالمون أيها الأمريكي وأيها السعودي أيها المرتزقة الأنذال شريكه في الانقلاب المخلوع صالح يرى المجد والوطنية في الفقر والجوع طبعا هذا للشعب فقط جلسنا أشهر من ثلاثة أشهر من أربعة أشهر بدون رواتب ولا حد رفع الصوت أني أريد راتب أبدا كم في عصابية وكم في روح وطنية يجب أن نشبع أنفسنا ونشبع جنودنا وضباطنا بالوطنية الذين يريدون المجد هم الذين يعصبون بطونهم لم تشهد اليمن عصابة كهذه تصرف الأموال لمجلسها السياسي وميليشياتها ومكاتبها من إيرادات الدولة كميناء الحديدة ثم تمتنع عن صرف رواتب الموظفين حتى في المناطق التي تحتلها المناطق التي تسيطر عليها الشرعية إذن ليست بأحسن حال فبعضها حظيت بالرواتب والبعض الآخر لا زال يعاني حتى اللحظة فها هي تعز شبه المحررة تخرج بمسيرات احتجاجية لنفس الغرض أي مكان كنت أروحه كنت أنادى بيه أستاذة يا معلمة الآن أستحي وأنا إما في السوق وإما في بيتي أبحث عن عمل آخر لو قطع راتب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة لشهر واحد فقط لعلم ما يعانيه الموظف الذي لا يقارن راتبه براتب المسؤول أصلا راتب مفقود للشهر العاشر على التوالي أثخن من أوجاع الأسر وزاد من معاناتها فكل المؤشرات تقول إن حرمان الراتب له ما بعد فهو نهاية الإنقلاب وبداية هيكلة لحكومة شرعية لا تقوى على مسؤولياتها أمين دبوان ليمن شباب قالت منظمة الصحة العالمية إن خمسة ألاف يمني يصابون يوميا بالإسهالات المائية الحدة أو الكوليرا وقالت المتحدثة باسم المنظمة فضيل الشايب إن تفشي الكوليرا في اليمن ما زال بعيدا عن السيطرة خاصة مع بدء موسم الأمطار والذي يمكن أن يتسبب بزيادة طرق انتقال المرض دعية إلى بذل جهود حثيثة لوقف انتشار الوباء هذا وكانت المنظمة قد أعلنت عن إصابة أكثر من 306 ألاف حالة فيما بلغت عدد حالات الوفيات 1828 حالة منذ أواخر إبريل الماضي توقعت منظمة أكسفامي زيادة عدد المصابين بوباء الكوليرا إلى أكثر من 600 ألف في اليمن ليصبح هذا الرقم هو العدد الأكبر مقارنة بدول أخرى وأوضح مدير الإغاثة الإنسانية في المنظمة نيجل تيمينز أن الكوليرا انتشرت بلا رادعا في دولة تقف على شف المجاعة وتعاني أوضاعا سيئة للغاية منذ عامين من الحرب نهاية النشر تذكير بأبرز مجاة فيها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققون عددا من الانتصارات في المخاوة الكدحة غربية تعز استشهاد طفل وإصابة خمس مدنيين بقصف متفعي للحوثيين السهدف قرى وأحياء سكنية بتعز صحفيون يمنيون يوقعون على عريضة للمطالبة بإطلاق زملائهم المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح وصلنا إلى الختم في الساعة القادمة نلقاكم في أمان الله ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار